لكن لا عايز أقوله أقول لك حاجة أستاذ برين تأكد هو عايز يلاقح أن الآله أصبح له كفيل في السعودية على أساس أن نظام أنك ما تروح تشتغل في السعودية لازم تعمل خلال نظام اسمه الكفيل بيبقى واحد مسؤول عنك خلال بقاءك وعشان يكون مسؤول عنك بيتحكم إلى حد ما ياخد جواز صفرك إش عارف إيه كلام تمام تمام علاقة عمل عرى الرغم وهو بعد كده قال لك أن تكون كفيلا مفهوما في أرض المملكة مفهوم لكن أن تكون كفيلا في أرض الوطن وهنا يأتي السم في العسل ما فيش عسل هو السم في السم أنا أعتقد أن أستاذ عبد الناصر كان يروقه جدا جدا لو أن هذه العلاقة جاءت من قطر وليس من السعودية كنت حتشوف كلام تاني لو جاءت من قطر الدعم ده جاء من قطر ما فيها خطر كان الأستاذ عبد الناصر سلامة ساقف وظغرت وعمل الليلة الكبيرة ولأما أنها جاءت من السعودية فياخدنا في سكة كلنا علشان يفرز ما يريده في هذه المقالة إبانة فطرة انتخابات هي الأهم في تاريخ مصر هذا الكلام ليس مقصودا منه أن هذه الأهلي ولكن بصفاته زمل كويا أيضا وماله منجرجر الأهلي ونسيء إليه ونطفي فرحته وأرجع أقول له الأهلي كبير قاوى عليك أستاذ عبد الناصر مش هتقدر تطفل فرحته كبير قاوى عليك وأرجو ما تقفش في سكته لأنه مش هيشوفك قد يدوسك أهلي له كفيل سيادتك يا ريت لك تلاقيه لك كفيل وإحنا عارفين مين كفيلك واخد بالك فما تجيبش سرط الأهلي حتشتامني ولجانك الإبترونية مع لجانك الثعبانية مع مجموعة المخترقين المهسترين الذين أصابتهم الهيستيريا بجنون عندما يتوالى نجاح وتقدم الأهلي لتحقيق أحلامه يا جماعة خدوا حبوب مهدئة لأن اللي جاي ممكن يصيبكوا بلوسة صحيح اللي جاي قد يصيبكوا بلوسة إذا كنا على الهادي كده بمجرد ما استشعرته خيرا في الخلاف الطارق أول ما تسوى ينهر سود الكفيله بيتضرب حتة تاني عشان تطلع تلوه مين ده اللي له كفيل وتبديل تسيق الأشخاص لا يستحقوا الإساءة هم ونحن كنا كدنا أن نقع براصن الفتنة وهذا ما تم اكتشافه من خلال مجودات الكابت الخطيب قبل المباراة في الكام ساعة اللي هو كان ماشي محملا بي 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 بعب إزاي ما يتركش هذا الأمر يمر دون حسمه ودون وضع لقائق في نصابها وأن يخرج من هذا الموقف وقد أنهه تماما بما هو يحقق صالح وهيبة النادي الأهلي